سؤال برضو بشكل عام لحد ما نخش في تحليل الترجي بشكل تفصيلي هو الترجي فريق صعب ولا فريق سهل ولا فريق عادي ما نقدرش نقول تصنيف معين لفرقة الترجي لكن هي فرقة متوزنة يعني ده التصنيف أو الشكل احنا نقدر نقوله على فريق الترجي أو فرقة متوزنة طيب هديكي السؤال بشكل مختلف بشكل ألز يعني عشان أحسنتين انت مش هاي ستقول برضو فرقة سهلة أو فرقة متوسطة أو فرقة عادي الترجي دلوقتي زي الترجي من سنين فاتت ولا الترجي أقل من سنين فاتت لا أقل كتير وإحنا كلمنا كده الحلقة اللي فاتت قلنا أن كوالة العيبة اللي موجود مش هو نفس الكوالة اللي كان موجود في السنوات اللي فاتت بما فيهم حتى الفترة اللي كسب فيها النهائي في 2018 كانت لا الفرقة كانت أكتر تنظيم كان عندهم كوالة العيبة أعلى من كده بكتير لكن الشكل اللي اختلف بي الترجي عن بداية الموسم يعني الفترة الحالية أني بيعنده نوع من أنواع التوازن عندهم مشاكل، عندهم مشكل كتير جدا عندهم بعض المميزات الهجومية موجودة بعض المميزات الهجومية لكن خلاني نتفق إن مباراة الإياب يدلوقتي أصبح نهائي من مباراة واحدة نادي الأهلي تناسى خالص المباراة الأولى مباراة 0-0 لم تكن في الحسبان بالنسبة لنادي الأهلي هو داخل يلعب مباراة الإياب نفس الكلام بالنسبة لنادي الترجي هو بيلعب على ناتجتين نتيجة التعادل السلبي وبيروح لضربات الجزاء وبالنسبة له ده هدف كبير بالنسبة له نويرعب مع نادي الأهلي ضربات الجزاء وخلاص قطع شرط كبير بالنسبة لجماهيره وبالنسبة للصحافة هناك في تونس مقارنة أنه بيلعب حمل اللقب وبيلعب فرقة بحجب نادي الأهلي لكن نادي الأهلي ضغوط كلها عليه أنه لازم يكسب المباراة الصعبة صعبة افتقاط حل كبير زي علم علول في مباراة الإياب زي ما أنا باتفق مع جيمين إن واحد من أهم المفاتيح الهجومية للنادي الأهلي هو علم علول شغل كتير من الشغل الهجومي اللي بيشغل عليه كولر في بناء اللعب وتكوين اللعب للنادي الأهلي بيتبنى على علم علول جزء كبير كان بيعتمد عليه الفترة اللي فاتت في الدوري في عمري تنفيذ الكرات السابتة مبنية 60% على تنفيذ علم علول وشفنا كل الأهداف اللي ساعدت النادي الأهلي على مدار النسخة الحالية وحتى في حسم النسخة الماضية قدام الوداد كان 60 أو 70% كان علم علول في تنفيذ الكرات السابتة إن دي كانت النقطة اللي كان بيتميز النادي الأهلي اللي احنا كنا بنعاني منها من فرق الشمال أفريقيا أصبح النادي الأهلي هو الأخطر في موضوع الكرات السابتة بوجود علم علول محمد عبد المنعم وبعض المدافعين الموجودين في النادي الأهلي فكولر يجب إنه يوجد حلول كتير للنادي الأهلي في المباراة يكون في حلول مختلفة تستغل عملية أطراف الملعب بشكل جيد تحول اللي أنت تخلق بعض المشاكل في ادفاع نادي التراجل هيكون متكتل وهو هيلعب بالشكل الأمثل بالنسباله كفكر كاردوز والمدير الفن بتاعه إنه بيحب يتكتر ويستغل التحولات اللجومية يعني هو جاي لك عشان يلعب بالشب بتاعه اللي هو متعود عليه وحبه لكن هو مش الفرقة اللي بتحب تستحوز هو اتخدع واتكشف واتدمجه مهيره في مباراة الزهاب لما الأهل يساب له كورة خده كورة ويلعبه هو ما عندوش مش بتاعته لكن هو بيلعب مباراة الزهاب في استاد القاهرة قدام النادي الأهلي هو يلعب بالشكل اللي هو بيحبه فأنت ما تساعدوش اللي أنت تتأخر في تسجيل الأهداف ما تساعدوش إن يكون عندك مساحات ما تساعدوش اللي أنت الفرقة ما تبلعبش كومباكت طول الوقت وما تسيبش مساحات ما بين الخطوط هو ده الشكل والحلول اللي ممكن الكولر أنه يلجأ ليها في المباراة حظيم جد شكرا